ودعت الأسرة الإعلامية الصحفية المخضرم نذير بن سبعلي تفقد بذلك صحفة الجزائرية قلما من الرعيل الأول للصحفة المكتوبة بالجزائر الفقيد صاحب الأربع والأربعين عاما والذي توفي إثر حادث مرور أليم عايش كل مراحل الصحفة المكتوبة بالجزائر قبل وبعد الانفتاح الديمقراطي وإقرار التعددية ترأس مكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين بالجزائر وعمل بعدة يوميات وطنية ناطقة باللغة العربية كما أسس في السنوات الأخيرة يومية المحور